بسم الله الرحمن الرحيم جلسة الاعتيادية رقم 42 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 17 تشرين الأول عام 2023 التزاما بالمنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول عام 2022 وافق مجلس الوزراء على ما يأتي تتولى هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية ثلاث سنوات إلى شركة السلام العامة أحد تشكيلات وزارة الاتصالات قرار وبهدف مواجهة أزمة المياه وشحتها ووضع الخطط الستراتيجية لمعالجتها فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع إضافة رئيس هيئة المستشارين إلى عضوية المجلس الوطني للمياه ومن أجل شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقروض دائرة العمل والتدريب وإخراجهم من قاعدة بيانات خط الفقر ومساعدتهم على إقامة المشاريع المدرة للدخل على وفق المبالغ المرصودة لهذا الغرض وافق مجلس الوزراء على استثناء المستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة ثلاثة أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفا بحسب ما مثبت في كتاب وزارة العمل المؤرخ في 24 الأول عام 2023 قرار كما أقر مجلس الوزراء قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة التربية وتشمل مواد مكتبية حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير استنادا إلى أحكام المادة 32 ثانيا من قانون وزارة التربية المرقم 22 لسنة 2011 على أن تحدد قيمتها الدفترية من قبل وزارة التربية بعد الاستلام وتبلغ وزارة المالية بتلك القيمة والجهة المستفيدة النهائية على أن يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بتدقيق أجهزة الكمبيوتر قبل استخدامها وصوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة خمسة ثانيا من نظام صندوق العراق للتنمية رقم 3 لسنة 2023 وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفا قرار وبهدف التوسع في المشروعات الحيوية والستراتيجية بما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية تقرر الآتي الموافقة على زيادة كمية النفط المصدر ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح مية وخمسين ألف برميل يومياً محسوباً على أساس شهري بدلاً عن مئة ألف برميل يومياً قرار أقر مجلس الوزراء ما يأتي واحد تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة المرحلة الخامسة بيو بي فايف سلاش بي لمصلحة وزارة الكهرباء بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي أكسيم بنك استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين اثنياً الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في واحد تشرين الأول سنة ألفين وثلاثة وعشرين قرار الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحامل جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة كوريا الجنوبية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور قرار الموافقة على إصدار نظام محام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته وأوجه صرف وارداته استناداً إلى أحكام الدستور والبند ثانياً من المادة سبعة وخمسين من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين قرار بناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي السيد نجم عبدالله الجبوري والسيد حمد نامس الجبوري لاستثنائهم من إجراءات المساءلة والعدالة استناداً إلى أحكام المادة ثمعش من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم عشر لسنة ألفين وعشرة وفقاً لتوفر مقتضيات المصلحة العامة قرار ينفذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف ومية واثنين وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي واحد إفراز مساحة ألف وخمسمائة متر مربع إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع واستكمال حيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفاً من العقد على وفق السياقات الأصولية وتبليغ المستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في إطمعش حزيران ألفين واثلاثة وعشرين وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفاً اثنين تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف ومية واثنين وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين لتصبح كالآتي تمليك وزارة المالية دائرة عقارات الدولة مساحة ألف وخمسمائة متر مربع من قطعة الأرض المرقمة أربعة إلى ثلاثة وعشرين ألف وسبعمية وسبعة وتسعين إلى ميمه دعش زيون الشارع الخدمي بدون بدل إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع استناداً إلى أحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ثلاثة لسنة ألف وتسعمية وستين لتشييد دار خاص بالمسنين عليها قرار الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم خمسة وعشرين لسنة ألف وتسعمية وستين الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام توصية وزيرة المالية خلال الجلسة ويتضمن التعديل استحداث عنوين وظيفية جديدة في دوائر الدولة ومنها وزارة الصحة شكراً